خلال جولتهم يوم الأحد زار المندوبون معرض مكافحة الإرهاب والتطرف في سينتيان واطلعوا على جهود سينتيان للحد من الحوادث الإرهابية وحماية شعبها وأدان المندوبون أعمال العنف وأعربوا عن أملهم في استثباب السلام نحن لا نؤيد أي وسائل عنيفة لحل المشاكل الحوار وحده قادر على حل المشاكل والعنف لا يمكنه أن يحلها الإسلام مثل الديان الأخرى هو دين مؤسس للسلام وبالصفتنا عضو في منظمة التعاون الإسلامي فإننا ندعو أيضا إلى الحوار لحل القضايا كما زار الوفد معهد سينتيان الإسلامي في أوروموتي حيث تعرف على الجهود المبذولة في رعاية علماء الدين الإسلامي واطلع على قانون الصين وسياستها في دعم حقوق الناس وحرية المعتقد الديني لقد رأيت المرافق في هذا المعهد يركز المعهد على تدريب الطلاب في كافة المجالات وخاصة في المجال الديني لقد وجدت أنه مهم جدا كما أن المنشورات والفرص المتاحة للطلاب للتعرف على الإسلام وعلى التاريخ والثقافة والحضارة الإسلامية أمر مشجع اشتركوا في القناة